بداية أخبار كرة اليد مع الفريق الأول لكرة اليد في نادي إزا مالك اللي بيواصل التدريبات استعدادة لبطولة السوبر المحلي واللي هتتلاعب أيام 26 و27 و28 إبريل الجاري على صالة حسن مصطفى تدريبات الفريق طبعا بتشهد حالة من التركيز من جميع اللاعبين وجهاز الفني علشان أكيد هم حلموهم أو هم مركزين بشكل كبير أو هدفهم بشكل كبير التتويج بلقب السوبر وتعويض طبعا خسارة لقب كاسمس وتحقيق السنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي صفوف الفريق مكتمل الحمد لله باستثناء وسام سامي نوار اللي تأكد خلاص عدم مشاركته في البطولة بسبب الإصابة في الغدروف واللي بيعاني منها من فترة طويلة بنتمنهله طبعا الشفاء العاجل الفريق هيدخل معسكر يوم الاثنين اللي جاي بعد التدريب على طول يعني وده استعدادة للدورة المجمعة لتحديد بطل كاس السوبر واللي بتضم الزمالك والأهلي وهليابلس وسبورتينج طبعا الكوماندوز هيبدأ مشواره في بطولة السوبر بمواجهة سبورتينج يوم ستة وعشرين بعدها هيلعم مع هليابلس يوم سبعة وعشرين وهيختتم البطولة بمواجهة القمة أمام النادي الأهلي يوم ثمانية وعشرين إبريل الجاري إن شاء الله الفريق إداري حق الفوز ويتوج باللقب بإزدلة